بعد تخرجها من معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات قبل أربع سنوات التحقت خديجة بالمجلس العلمي المحلي في الرباط كمرشدة دينية الهدف الأول التوعية الدينية والتي تتمثل في تعليم النساء كيفية أداء فرائد الدينية وتأتي في مرتبة الثانية التوعية الاجتماعية والتي تتمثل في تعليم الإنسان طرق التواصل والتفاعل مع المحيط الاجتماعي تقدم خديجة دروس الوعظ والإرشاد للنساء في المساجد وتعلمهن أصول الدين بعيدا عن الغلو والتطرف مستفيدات من مختلف الأعمار ومختلف مكونات المجتمع يحضرنا هذه الحصص التوعوية والتعليمية والتنويرية تعلمت أصلاع عن هذا الوضوء وكنت معلمه وزيت صححة بزيان كنت نسقصي تنه كنت نسقصي على الوضوء على ذلك شيء كنت نسقصي وده بعوض هذا الاسفلات نمزيان بزيان بزيان في الحويج كنا نجهلوهم الحمد لله نستفدوا منهم هنا انطلقت تجربة المرشدات الدينية في المغرب عام 2005 ضمن مرحلة الإصلاحات الرامية لتحسين وضعية المرأة المغربية التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس ووصل عددهن في حدود العام الجاري إلى 1100 مرشدة يدعي من التأطير الديني هناك أدوار أخرى تقوم بها هذا الفئة منها تأطير القيمات الدينيات من محفظات ووعظات من أجل ترصيخ توابط الدينية والوطنية للمملكة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين كما انفتحت المرشدات على مختلف المؤسسات والفضاءات التعليمية والتأديبية والخيرية لإيصال رسائلهم من خلال تلقين المستفيدين تعاليم الدين الإسلامي ولمحاصرة انتشار الأفكار الظلامية التي تروج باسم الدين خطاب تنويري تقدمه المرشدات بعيدا عن التطرف والمغالات يعكس مبدأ الوسطية والاعتدال في العقيدة والدين فاطمة البكاري الحرة الرباط